اشتركوا في القناة ماذا تأكل الكناري كم عش تضع الكناري ما هو أسعار وأنواع الكناري كل هذا سنتعرف عليه في هذا الفيديو فتابعونا ولا تنسوا الاعجاب والاشتراك دعما للقناة لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناتكم الحياة عجائل نتكلم اليوم عن طائر جميل وأصفور له صوت جميل إنه الكناري الكناري من العصافير الجميلة والتي تعني بالطائر الجميل المغرد صاحب الصوت الجميل لذا يفضل كثير من الناس أن يقوموا بشراء الذكر لأن الذكر يتميز بتغريده الساحر ولكن ماذا يأكل أصفور الكناري يأكل أصفور الكناري كباقي أنواع الباب غاواتي والعصافير فهو يأكل الفلارس والبلكم ويأكل الخضروات بجميع أنواعها كما أنه يأكل الفواكه كما أنه يأكل الحبوب المستنبتة وكذلك الأكل الليّن وعلى المربي أن يحضر عند تقديمه للطعام أن لا يكثر من وضع الفواكه والخضروات حتى لا يصاب الطائر بالإسهال متى يبلغ طائر الكناري يبلغ طائر الكناري بعد بلوغه ثمان شهور إلى عشرة شهور وبعض الأنواع قد يصل إلى أكثر من ذلك فقد يصل إلى سنة لكن الغالب أن طائر وعصفور الكناري يبلغ عند ثمان شهور إلى عشرة شهور وتبدأ الأنثى الجاهزة التي هي مستعدة لوضع البيض والتفريخ والإنتاج ويظهر ذلك عند النفخ على بطن الأنثى عندما تنفخ على بطنها فإنك تلاحظ اختفاء الريش في منطقة البطن كما تلاحظ أيضا اتساع عظم الحوض مما يدل على أن هذه الأنثى جاهزة للتزاوج ولوضع البيض أيضا تعرف الأنثى الجاهزة لوضع البيض أنها تتحرك بشكل ملفت وأنها تحرك زيلها كثيرا تتحرك بكثرة في القفص مع كثرة تحريك الزيل يمينا ويسارا خصوصا إذا كان بجوارها ذكر يغرد أما الذكر البالغ فإنه يعرف بقوة تغريده وتحريك أجنحته باستمرار كذلك أيضا يعرف بظهور العضو الذكري كما هو واضح في الصورة أما عن أنواع الكناري فإن الكناري يوجد منه أنواع كثيرة جدا منه النوع البري ومنه الكناري الأمريكي والألماني والنوع البلجيكي والنوع الأسباني وهناك أنواع العديدة لعلنا أن نخصص فيديو كاملا لنتكلم عن أنواع عصفور الكناري ومما يتميز به طائر الكناري أنه من العصافير السهلة التي يسهل عليك معرفة الفرق بين الذكر والأنثى بعكس باقي الباب غواتي والعصافير التي قد تحتاج إلى تحليل الحمد النووي يسهل عليك رؤية العدو الذكري للذكر البالغ كذلك يعرف الذكر بتغريده القوي هذه الأمور تسهل عليك معرفة الفرق بين الذكر والأنثى أما عن نوسم تزاوج هذا الطائر فإنه يبدأ في الربيع من شهر ثلاثة إلى شهر خمسة أو قد يصل إلى شهر ستة ويختلف موسم التزاوج من بلد إلى بلدة أخرى تبعا لاختلاف البيئة وتبعا لاختلاف الظروف المناخية من بلدة إلى بلدة أخرى ويجب أن نعلم أن العصافير في الأسر أي في القفص لا تلتزم بموسم التزاوج فقد تبيض في أي وقت مدام أن صاحبها وفر لها المناخ المناسب لوضع البيض ولكن كم عش تضع عصافير الكناري في السنة الواحدة تضع عصافير الكناري من عشين إلى خمسة أعشاش في السنة الواحدة والأمر يرجع إلى قوة الطائر وإلى العناصر الهدائية التي يتغذى عليها وإلى الظروف المناسبة فقد يضع ما بين ثلاثة أعشاش إلى خمسة أعشاش أو قد يصل الأمر إلى أكثر من هذا بحسب مناعة وقوة الطائر والتغذية السليمة الجيدة وتكييف درجة الحرارة المناسبة لهذا الطائر أما عن مناعة هذا الطائر فمناعته قليلة أو ربما تكون متوسطة فيجب على صاحبه أن يضعه في مكان مناسب بعيدا عن درجة الحرارة المرتفعة لأن هذا العصفور لا يتحمل درجات الحرارة المرتفعة فقد يموت بسبب الإجهاد الحراري وكذلك لا يتحمل البرد القارص فلكي تنجح في تربية عصفور الكناري عليك أن تضعه في مكان مناسب له وإذا أردت أن تنجح في الإنتاج من هذا الطائر فعليك أن توفر له عنصر الأمان وأن تبعده عن الأصوات المزعجة فلا ينبغي تربيته في غرفة النوم ولا في البيت بجوار الأصوات المزعجة هذا قد يسبب له الخوف الشديد وقد يتوقف عن الإنتاج والتفريخ ولكن كم بيضة تضع عصفور الكناري في كل عش؟ تضع عصفور الكناري أو تضع أنثى الكناري من بيضتين إلى خمس بيضات وقد تصل إلى ست بيضات كحد أقصى والغالب أن أنثى الكناري تضع ثلاث بيضات أما عن فترة تحضين البيض أو المدة التي ترقد فيها أنثى الكناري على البيض فإنها تأخذ أربعة عشر يوما بحسب درجة الحرارة وبعلى ذلك يخرج الفروخ ويتم فقص البيض أما عن مدة فطام الفروخ الصغيرة فإنها تفطم بعد شهر واحد أو بعد أربع وعشرين يوما وبعلى الأنواع قد يصل إلى سبع وثلاثين يوما وبعلى ذلك تعتمد الفروخ الصغيرة على إطعام نفسها وتصبح مستقلة ويتم فصلها عن أمها لكي يبدأ عشا جديدا أما عن الطعام المناسب في وقت وجود الفروخ الصغيرة ففي أول أسبوعين يجب عليك أن تقدم ربع بيضة أو نصف بيضة ويجب عليك أن تستمر الأسبوع الأول والأسبوع الثاني بوضع نصف بيضة أو ربع بيضة مع وضع الحبوب ووضع الأكل اللين كحبوب القمح اللينة أو المطبوخة التي تصبح لينة وكذلك التفاح وكذلك الخص وعليك أن تنوع في وضع الطعام حتى لا يصاب الطائر ولا تصاب الفروخ بالإسهال هذه معلومات جمعناها لكم عن عصافير الكناري نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذا الفيديو ولا تنسوا دعم القناة بالأعجاب والاشتراك لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله تعالى وكذلك 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 وشكرا